توضيح هام هذه الحلقة مخصصة لمناقشة فيلم دي انجل من منظور سينمائي بحت ولن أتطرق فيها لأي اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو حتى أي أمور لها علاقة بالدقة التاريخية للأحداث وأتمنى أننا نتفق أن ده لا يتعارض مع إمكانية كوني شخص وطني وبحب مصر ولو حد عنده أي مشكلة في أنه يقتنع بده فأهو اعترض بقى احداث فيلم دي انجل بتدور ما بين سنة 1967 وسنة 1973 وبتركز على شخصية أشرف مروان أشرف مروان متجوز منا بنت الرئيس المصري جمال عبد الناصر ومقيم معها في لندن لظروف دراسته وتحت بعض الضغوط الاقتصادية بيبادر بالاتصال بالسفارة الإسرائيلية لمحاولة بيع بعض الأسرار اللي ممكن تفيدهم في الصراع القائم مع مصر المحاولة ما بتنجحش والظروف بتقوده بعد كده لأنه يبقى مدير مكتب الرئيس المصري أنوار السادات وهنا المخابرات الإسرائيلية بتتواصل معاه وبتبتزوا للتعاون معاهم وإلا حيتم كشف سر أنه هو اللي بادر بالتواصل معاهم أولا فيطرى أشرف مروان حيرضخ أمام محاولات الابتزاز دي ويطرى ولاقوا الحقيقي حيكون لأي جانب ده اللي أحداث فيلم دي انجل بتكشفه فيلم دي انجل بيتقدم على أنه قصة حقيقية بتنتمي لنوعية أفلام الجاسوسية ولكنه في الحقيقة دراسة لشخصية تاريخية بأجندة معصرة وده بالتحديد هو الخط الفاصل ما بين اللي عجبني في الفيلم واللي معجبنيش وآه في حاجات عجبتني في الفيلم وقبل ما تفكر تعترض افتكر الشق المتعلق بدراسة شخصية أشرف مروان عجبني وفيه أمور إيجابية كتير شاب بيحاول يستغل دكاؤه عشان يثبت نفسه ولكن للأسف دكاؤه ده بيحطه في ورطة كبرى لازم برضو يستغل دكاؤه عشان يطلع نفسه منها مع الإخلاص لقيمه المحبة للسلام والكارهة للحرب حب السلام وكره الحرب ده بقى هو الأجندة المعصرة المتسببة في كل المنغصات اللي دايقتني في الفيلم مش لإني معارض للمبدأ بشكل عام ولكن لإن طريق التناوله داخل الفيلم مع دراسة شخصية بطلنا دونت ميكس الموضوع لا يتعدى بعض الشعارات اللي بطلنا بيصرخ بيها في لحظات الانفعال الشديد وبس لكن لو بصينا على أغلب اختياراته وأغلب قراراته في الفيلم مش حنلاقي قوي بس عموما بعد اللي أنا شرحته ده أظن بقى واضح إن الفيلم ده مش ملحمة عريضة قوي هو الحقيقة حاجة رفع كده ما فيهوش ألعاب جسوسية ما فيهوش صراعات على مستوى الزعامة السياسية ما فيهوش حتى اهتمام باستعراض مفردات الزمن والمكان وفي إطار دراسة شخصية بطلنا وخدمة رسالة الفيلم دي مش مشكلة اللي مشكلة فعلا هو غياب الدوافع والمبررات الكافية لبعض القرارات والتحولات المحورية جدا وأوضحهم على الإطلاق هو قرار التواصل مع السفارة الإسرائيلية والتحول اللي وصل بطلنا إنه يبقى مدير مكتب الرئيس الجديد دي حاجات لا السيناريو إدالها المساحة الكافية ولا الإخراج قدر يدعمها ولا الأداء التمثيلي لمروان كنزاري قدر يبيعها وعلى فكرة باستثناء النقطة دي الأداء التمثيلي لمروان كنزاري بالتحديد مدايق نيش وعلى فكرة إحنا منتظرين له فيلم مهم في منتصف 2019 وهي نسخة جاي ريتشي من فيلم ألدن أو علاء الدين وبعيدا عن كنزاري فالأداء التمثيلي في الفيلم متفاوت ممكن يوصل لدرجة الممتاز زي في حالة توبي كابل اللي قدم دور داني زابط الموساد اللي بيتواصل مع مروان وممكن يوصل لدرجة العبط زي في حالة باقي زباط الموساد الحقيقة إخراجيا الفيلم بسيط ورفيع زي ما شرحت من شوية مفيش محاولة لحاجة صعبة أو معقدة والفيلم بيديلك إحساس التجربة التلفزيونية المقترنة مؤخرا بأغلب أفلام ناتفليكس وغياب الروابط ما بين الدوافع والرسالة واللي بيحصل فعلا دي من السمات المعتادة في شغل مخرج الفيلم أريال فرومن ده اللي قدم فيلم دي آيس من سنة 2012 وده كان فيلم كويس بس عانى من بعض التفكك وقدم فيلم كريمينل سنة 2016 وده كان فيلم وحش قوي فيلم دي ينجل فيلم كويس ولكن ملوش أي أهمية خارج نطاق المنطقة يعني لو أنت مش عربي أو إسرائيلي فأنا معرفش أنت ليه ممكن تحب تشوف الفيلم ده وإيه اللي ممكن يعجبك فيه وإيه اللي ممكن ما يعجبكش فيه حتى موضوع الشبه بالشخصيات الحقيقية وموضوع اللكنة المصرية اللي دايق ناس كتير ده على أرض الواقع ملوش أي وزن يعني باقي العالم مش هيهتم زي بالظبط ما احنا كده ما بنهتمش لما يجيبوا ممثل من ولاية شمالية يقدم شخصية من ولاية جنوبية وما يزبطش اللكنة قوي في فيلم أمريكاني فالدنيا هناك تقوم وإحنا شايفينه كله إنجليزي وخلاص ومعليش يعني إسرائيل لما شافت رقفة الهجان وسمعت شالوم وبكرتوف ما قالتش إيه العبري ده تقييمي لفيلم دي إنجل هو ستة ونص من عشرة وده تقييم سينمائي بس وأعتقد أن الموضوع محتاج حوار متعقل شوية للتوعية ببعض السموم المتسوسة في العسل داخل الفيلم ولكن ده مش موضوعي خالص مناقشة الحلقة وبما إنها أصبحت خطوة منطقية قوي يعني مين المخرج اللي تحبوا تشوفوله أول فيلم مصري من إنتاج ناتفلكس ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا وشاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة